أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين الفضائية استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برام صالح الناب الدكتور أحمد عبدالله عبد رئيس كتلة المحور النيابية والناب الدكتور قتيب الجبوري والدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين تم عقد اجتماع لمناقشة الأوضاع التي شهدها قضاء الشرقات ونتائج الجهد الحكومية في إسعاف المتضررين بتفعات طوارئ سريعة لإعادة الحياة إلى القرى المدمرة كما استعرض الاجتماع الملف الأمني لمحافظة صلاح الدين وما يرافقه من خروقات أمنية بين فترة وأخرى ونتائجها السلبية على وضع المحافظة وأكد النائب الدكتور أحمد عبدالله بالضرورة إلى الملف الأمني أولوية استثنائية وتوحيد القيادات بالشكل الذي يمنع التداخل في عملها من جهته طالب محافظ صلاح الدين بسرعة إطلاق الأموال المخصصة للعوائل المنكوبة من الفيضان الأخيرة ليتسنى لهم إعادة إعمار بيوتهم المدمرة وفي هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون حركة القطعات العسكرية ضمن قيادة واحدة وأن يتم علاج كل الخلافات عن طريق القانون وعدم خلط الأوراق بالشكل الذي يحفظ القانون والأمن والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية ترجمة نانسي قنقر